اشتركوا في القناة 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 طائفية داخل الإسلام فنحن لا ندعو ولا نرضى أن تمزق نحمة هذا الوطن بكل من فيه بكل طوائف وبكل عقائد وبكل أفكاره فهو يعني كلنا يعني عشنا نبتنا من هذا الوطن لأن الله سبحانه وتعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فكل من يقطن في هذا الوطن هو نبت من أرضه فله لهذا الوطن حقوق عليه ولهذا الوطن واجبات عليه ولابد أن نكون يعني من لم يعرف للخلق حقه ما عرف لله حقه فربنا يؤمننا بأن نعرف ما لنا وما علينا ونجتمع على خير ما فيه دائما المصريين لديهم العاطفة الإسلامية نعم ألا ترى أن مطالبتهم يفرقين اليوم 20 ديسمبر وقصة مطالبتهم برفع المصاحح على سنة الرماح ما رأي حضرتك في كمينة هذا العالم؟ أقول أن هذه يوم من الأيام كانت باب من أبواب الفتنة السابقة فكيف نحزو بحزو أهل الفتنة مرة أخرى فكتاب الله في قلوبنا وكتاب الله في عقولنا وكتاب الله في مسار استرشادنا به فكيف نرتضي أن يكون كتاب الله مسار لتقسيم من أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب ونعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق أمرنا الله بتوحد على كتابه فكيف نأخذ من الكتاب ما يقسم هذه الأمة؟ انتبهوا من الفتن التي تحاك بهذا الوطن انتبهوا من الفتن التي تحاك بالأمة العربية إذا سقطت مصر سيتساقط من ورائها كل ما هو فيه وحدة هذه الأمة العربية فانتبهوا من أجل دعوة لا إله إلا الله التي يتشدق البعض بأنه ينصرها إن كنا ننصر لا إله إلا الله محمد رسول الله فلابد أن ننتصر لاجتماعنا عليها ولا لتفرقنا بها وما جاءت هذه الأديان إلا لتجمع الأمة على ما أراده الله لها من خير ولم تأتي هذه الأديان لتفرق الخلق حتى الكافرين نزلت آية قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبدوا لم يرضى الله إلا أنه حتى الكافر حفظ له حقه وفي تعبده بما كفر به فكيف يعني نمزق بعضنا بعضا على ما احتكمنا فيه من كتاب الله وما حكمنا طبعا أنا لا يعني لا يمكن مش أنا أي صاحب عقل أو صاحب رش أن يرضى بخروج المصريين في هذا اليوم لتمزيق لحمة هذا البلد ولتخريب مقدراته التي وصل إليه إحنا عايزين نحافظ على كل ما وصلنا إليه ونرتقي به لنماء أعظم وأكبر من أجل استقرار هذا البلد واستقرار الأمة العربية إن شاء الله أكرمكم الله